السابع والعشرون من شهر تموز عام الفين وسبعة عشر يوم انتصف فيه المقدسيون من قوات الاحتلال وهزمت ارادتهم البوابات الالكترونية التي وضعها الصهاين على مداخل المسجد الاقصى وفي اليوم ذاته بعد عام تماما يحيي المقدسيون ذكرى هذا الانتصار وكذلك يحيي الصهاين ذكرى عدوانهم فاقتحمت شرطتهم باحات المسجد الاقصى والقت القنابل الصوتية في باحته واعتدت على المصلين وحاصرتهم تزامنا مع صلاة الجمع ما دفع الشبان الفلسطينيين الى الاشتباك مع الشرطة الصهيونية لتنفجر باحات الاقصى بالتظاهرات الغاضبة ضد ممارسات سلطات الاحتلال التي لم تتوقف عند حدود المسجد الاقصى بل تجاوزتها الى مسجد قبة الصخرة فقامت باغلاقه واحتجاز النساء داخله التطورات التي يشهدها المسجد الاقصى منذ عدة اسابيع دفعت الهيئات الدينية المقدسية الى الاعلان عن اعتصام مفتوح احتجاجا على تكرار حالات الاعتداء الصهيونية على حرمة المسجد حيث شهدت الايام الاخيرة ازديادا في عدد المستوطنين الذين يقتحمون باحات الاقصى ومقابر المسلمين في القدس في سلوك استفزازي وما بين شهر تموز عام 2017 حيث انفجرت ازمة البوابات الالكترونية وشهر تموز عام 2018 حيث كثف المستوطنون من اعتداءاتهم على المسجد الاقصى ثم توعد ترامب المشؤوم الذي دشن به سفارة بلاده في القدس معلنا اياها عاصمة للصحاينة وما تبع ذلك من اقرار الكنيست الصهيوني قانون الدولة اليهودية على اساس قومي فمثل هذان الحدثان وعد ترامب وقانون الدولة اليهودية التحدي الاكبر امام الفلسطينيين للحفاظ على هويتهم وتاريخهم ومقدساتهم فكانت مسيرات العودة تجسيدا للحفاظ على الهوية من الاندثار والحقوق من الضياء